السلام عليكم شباب وياكم ارتضة جليحة وشركة ريلمي راح تنزل بقوة بالسوق تنزل لنا جيل جديد من الاجهزة هو جي تي تقدر تقول هاي الاجهزة راح تقول الاجهزة فلاكشيب يعني ما راح مو الاكس ولا جيل الاكس ولا جيل الريلمي لا قبل رايجيك جي تي جي تي هالاسم التصريبات تسربت عن جهاز فلاكشيب من شركة ريلمي هذا الجهاز بكثير من المواصفات اللي تتمنىها من شركة ريلمي معاد دايما التصميم اللي يجيك من شركة ريلمي جدا ممتاز تكون معالج سناب دراغون 888 الرام 12 جيجا مع 8 جيجا مع الـ 128 جيجا مع الـ 126 جيجا وحتى اكو 512 جيجا بهذا الجهاز هذا الجهاز ظهر على منصة الاختبار 3C وحقق نغاط جدا قوية بالنسبة الاختبار الاداة هذا الجهاز سربت عنا صور الصور ما تبينت لنا كل الشكل مالتك نلأ ما انظر لنا شاشة سودة ما تعرف شنو وين راح تكون الكاميرات كاميرات مزدوجة او كاميرا واحدة اما الكاميرات الخلفية اكو بروز طالع من الظهر الجهاز او من جسم الجهاز اللي يحتوي لك على تشريبة كاميرات رباعية تقدر تقول كاميرات 7 برو من شركة ريلمي هذا الجهاز يجيك بشحن سريع جدا ممتاز تقدر تقول واحد الاجهيزة اللي حد الان ما حصل هي شحن سريع 125 واط مع هذا انه هذا الجهاز راح يجيك ببطارية جدا قوية 5000 ملي امبير يعني هذا شركة ريلمين راح تنزل لك اول شي راح تنزل لك بطارية قوية تنزل لك 125 واط هذا الشيء الممتاز اللي اكثرنا نحبه وشركة ريلمين تنزل تنزلها بقوة اجانا الاكستو الحدراني نباع الاكستو برو اللي شاحنته 65 واط وكلها السجيزة استفاد يعني اكثر المستخدمين ياخد جهاز مع عصاده سنتين لكن مستفاد ما عنده بشحن سريع ب90 هيرتز ها عدل تحديث الشاشة راح يكون 1420 هيرتز وهذا واحدة من الاشياء المميزات اللي راح تكون بهذا الجهاز كذلك هذا الجهاز ظهر على ملسة الاختبار جانب معالج الادرينو ال 650 يعني تقدر تقول هذا الجهاز تقدر تلعب به العاب قوية ورح ينطيك اداء جيد حسب ما تقول التسريبات طبعا هذا الجهاز ظهر له الصور المسربة اللي طلعت باللون الرصاصي اللون الرصاصي او تشطيبة الوان فهذا الجهاز ممكن يجيك باكثر من لون لون ابيض ولون رصاصي ممكن حتى شركة تضيف لك بعد ما تعلن عنها الوان متميزة السعر ما طل حتى التسريبات انه شران راح يكون سعره لكن سعره اني اتوقع من 500 الى 600 دولار لان رلمي هذا الرنج عندها اقوى الجهزة عندها ما راح يعبر لك 600 دولار حتى هو اكس خمسين برو منزل ما نزل بسعر قوي نزل بسعر زين كذلك هذا الجهاز يجينا بكاميرات راح تكون تشطيبة رباعية عدسة 17 ميجا بيكسول وعدسة اساسية 64 ميجا بيكسول يعني راح ينتيك صور ممتازة مع ما انه العدسة هوا ينزلوا 64 ميجا بيكسول التغييرات ما راح تكون بنوع على عدسة ممكن الفتحة زوم راح يجيك بهذا الجهاز لكن ما ذكرته التسريبات ممكن هاي اشياء الدقة بالالوان اللي راح تنطلع لك الصور او الفيديو ممكن صور لك 8K او 4K فهي الاشياء لحد الان ما تطرقت عنها التسريبات لكن هذا الجهاز من يجيك راح ينافس كثير من الشركات او كثير من الاجهزة اللي تنطرح بسنة 21 فشركة لما اكيد حاسب حسابه راح تنزلك جهاز قنبلة راح يكسر السوق بالنسبة للمواصفات وكذلك السعر فهذا الجهاز نتمنى ان يوصل بايام القادمة لان كثرت عنها التسريبات وكثير من التسريبات تقول ان هذا الجهاز واحد من الاجهزة القوية لدي شركة تنمي راح يكون بسعر مناسب نتمنى ان يوصل هذا الجهاز بسعر مناسب ونجربه نقط التجربة الشخصية لهذا الجهاز نهاية الفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو لا تنسى العجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة